اخبار اليوم بكلمة للواء دكتور ماجد اللوزي رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة اكد خلالها على ان ما حققه لعب ولعبات اندية المؤسسة العسكرية من انجازات محلية وقارية ودولية خلال الفترة الاخيرة يأتي نتيجة للدعم المتواصل الذي تقدمه القوات المسلحة للارتقاء بالمنظومة الرياضية والاهتمام ببناء قاعدة من الابطال الرياضيين في كافة اللعبات وقام القائد العام بتكريم الابطال الرياضيين والاجهزة الفنية والادارية التابعة للجهاز والحاصلين على العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة في مختلف البطولات ونقل القائد العام رسالة تقدير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة واعتزازه بابناء هذا الجيل من العسكريين وما حققوه من إنجازات رياضية محلية وعالمية ورفع راية مصر عالية خفاقة بين الأمم والشعوب لقد حرست القيادة العامة للقوات المسلحة على أن تولي الرياضة رعاية خاصة بدءا من إنشاء مدارس عسكرية رياضية في ست من محافظات الجمهورية ووصولا إلى إقامة الأندية والصروح الرياضية العسكرية وإمدادها بأحدث المعدات والأجهزة الرياضية إلى جانب إنشاء الساحات الرياضية والصلاة المغطى وغيرها من المنشآت الرياضية تأكيدا على أن القوات المسلحة ستظل دائما طليعة هذا الوطن وأكثر مؤسساتها انضباطا واهتماما بالرياضة حضر الاحتفال الفريق محمود حجازي رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والنقاد الرياضيين ونجوم الرياضة